موسيقى قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير ان توقيت ارسال قوات سعودية لسوريا يحدده التحالف الدولي ضد الارهاب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وضف الجبير في مؤتمر صحفي في الرياض مع نظره السويسري ان روسيا ستفشل في انقاذ الرئيس السوري بشار الاسد مضيفا ان النظام السوري ما زال يقصف المدنيين وان المملكة العربية السعودية تعمل لاجاد حل سياسي للازمة في سوريا واقامة حكومة انتقالية فيها ما تم الاتفاق عليه بسيط يفتح النظام السوري المجال لإدخال المساعدات الإنسانية لجميع الهاء سوريا وبشكل فوري يوقف الضربات العسكرية ضد الأبرياء المدنيين بما فيها قنابل براميل بشكل فوري وينخرط في العملية السياسية للبدء في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا واللي ممكن روسيا تفعله هو تقليس وإيقاف عملياتها الجوية ضد المعارضة السورية المعتدلة بالنسبة للولايات المتحدة تستطيع أن تعمل تستمر لأن الحق يقال هم يعملوا على ذلك بس تستمر وتزيد الضغوط على روسيا لأن تفعل ما ذكرته من قليل في حال أن العملية السياسية فشلت ما هو الخيارات لإيطاح بشار الأسل؟ إذا فشلت العملية السياسية القتال سيستمر والدعم للمعارضة سيستمر وبالدعم للمعارضة يكثف وفي نهاية الأمر بشار الأسل سينهزم أستعان بجيشه وفشل أستعان بالإيرانيين الذي أرسلوا الحرس الثوري وفشل أستعان بميليشيات شيعية حزب الله وميليشيات تم تجنيدها من العراق وباكستان وفغانستان وفشلوا في إنقاذ بشار الأسد الآن أستعان بروسيا وستفشل في إنقاذ بشار الأسد نرحب بضيفينا في المساء من الرياضة الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حمدان الشهري ومن دبي مدير مركز الشرق للبحوث الدكتور سمير التقي ويمكنكم مشاهدين أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك لكن قبل أن نخوذ في الحوار مع ضيوفنا ننتقل إلى أمام قاعدة أنجرليك التركية ومراسلتنا أمينا سريري لوضعنا في آخر التطورات بشأن نشر طائرات سعودية هناك أمينا نعم سامي حسب آخر التسريبات فإن السعودية ستنشر نحو ما بين ثمانية إلى عشر مقاتلات في قاعدة أنجرليك بمدينة أضنى في تركيا من بينها أربع مقاتلات من نوع F-16 ستكون جاهزة للبدء بمهامها وبعملياتها العسكرية حسب التصريحات السعودية وبتحديد مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري الذي قال بأن المقاتلات السعودية جاهزة في قاعدة أنجرليك بأطقمها العسكرية حتى هذه اللحظة يبدو الوضع هادئا المصادر السعودية قالت بأن المقاتلات لن تبدأ عملها إلا عندما يعطي التحالف الدولي نقطة الصفر هنا يجب التشديد على نقطة معينة خاصة وأن القوات التركية بدأت تقصف مواقع لأكراد شمال حلف وفارين فيها فإن التحرك السعودي أيضا الموازل هذه الخطوة يأتي في عملية منفصلة الهدف منها كما شددت السلطات أو المسؤولون السعوديون هو محاربة داعش في الوقت الذي يربط فيه البعض يعني التحرك السعودي الموازلي التحرك التركي تجاه أكراد سوريا مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري تحدث لم ينفي موضوع نشر قوات برية كما المسؤولون الأتراك لكن هذا يبقى مجرد يعني كما قال وزير الخارجية التركي دابوش أغلو لأن هذا مجرد رجاء يفر في انتظار دعم دول التحالف خاصة الولايات المتحدة الأمريكية مرسلتنا أمينة سريري من أمام قاعدة أنجرلك التركية شكرا جزيلا لك أعود مرة أخرى لضيفينا في حوار المساء ولو أبدأ مع الدكتور حمدان الشهري دكتور حمدان أهلا وسهلا بك على سكاينيوز عربية مرة كائز التي استندت إليها المملكة العربية السعودية في اتخاذها لقرار التدخل البري لضرب داعش في سوريا نعم أولا أحييك أستاذ سامي أحيي الدكتور سمير وقناة سكاينيوز العربية ومشاهديها عزيزي طبعا تعرف قرار 2254 مؤتمر ميونيخ مفاوضات كل ذلك لم يأتي بفائدة لا مع بشر ولا مع الروس ولا مع إيرانيين خمس سنوات من الذبح الطائفي وأقولها بكل صراحة لأنه ليس عندما نتحدث فقط كلام نتهم بأننا طائفيين ولكن ما يفعلونه على أرض سوريا من تهجير ومن تغيير ديمغرافي لا يجب أن نقول أنه طائفي على كل حال لذلك المملكة العربية السعودية وإخوانها في دول الخليج والتحالف الإسلامي عندما رأت أنه لا يوجد حل وخصوصا للولايات المتحدة وهي مسؤولة في الواقع الأولى عن مثل هذه التطورات والتغييرات منذ أن سلمت العراق إلى إيران وتركت وساعدت إيران في ملفها ثم تتركها تذهب بلا محاسبة وترعى ميليشياتها الإرهابية إذن اليوم نصل إلى مرحلة بأن لدينا مشكلة أمنية اسمها داعش ولدينا مشكلة سياسية ولا تقل خطورة عن داعش بل هي إرهاب إيراني بميليشيات إرهابية إذن نحن نواجه اليوم نواجه اليوم لمنطقتنا وقف مثل هذه المشاريع حتى لا تذهب بعيدا نعم فقط تفضل دعني أنقل هذه الفكرة للدكتور سمير تقي أهلا وسهلا بك دكتور سمير منذ أن قررت المملكة العربية السعودية التدخل البري في سوريا لمحاربة داعش أثير الكثير من الجدل والكثير من المحكات هل هذه القوات ستحارب داعش أم أنها ستدعم المعارضة السورية لإسقاط نظام بشار الأسد؟ أعتقد أن الهدف واحد بمعنى أن عمليا مقاتل الداعش بشكل حقيقي سوف تؤدي إلى إضعاف النظام عمليا من الناحية المبدئية من الواضح أن روسيا لا تقاتل داعش هناك 6% فقط من ضرباتها توجه ضد مواقع لها علاقة بداعش وهي على خطوط التماسل التي قد تزعج النظام ولكن من الناحية العملية روسيا تحاول أن تقلب ميزان القوى لصالح بشار الأسد وبما يخلق فراغا كاملا في شمال سوريا لداعش لأنه معروف أن قوات النظام غير قادرة على ملء الفراغ المشكلة الإضافية التي تأتي هنا وبغض النظر عن مشروعية القضية الكردية فإن هناك استغلال لمجاميع كردية تعمل تحت اسم البيا دي وهي عمليا جزء من تنظيم البيكي كي الذي يهدف إلى اختطاع أجزاء من تركيا أيضا هناك استخدام لهؤلاء في عملية تطهير عرقي أيضا تجري على حساب العرب في مناطق مثل ترفعة مثلا التي من المعروف أن ليس فيها أي شخص له علاقة بالقومية الكردية وهناك محاولة للتطهير العرقي المنهجي تجري للتفديل الديمغرافي لذلك أنا في اعتقادي أن ما جرى ما شاهدناه في الأيام الأخيرة هو انعطاف استراتيجي رئيسي تنبأنا به وقلنا أن من المستحيل أن تقبل لا الدول الخليج ولا المملكة العربية السعودية ولا عمليا تركيا بأن تسلم شرق المتوسط وبلاد الشام بكامل أسرها لتحالف عراقي عفوا إيراني روسي بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن وضع النظام وتركيبته وهو ما يقوم به هذا كلام لم يعد زوزو شأن القضية الرئيسية هي محاولة تغيير ديمغرافي تغيير وضع استراتيجي تغيير حدود الدولة السورية واختطاع أجزاء كاملة منها في اعتقادي أن هذا الانعطاف هو رد فعل رد عمليا على عملية تجاهل طويلة الأمد كانت تجري في المنطقة دكتور حمدان دكتور سمير التقي يقول بأن هذا انعطاف استراتيجي في الأزمة السورية لكن إيران تقلل من هذه التدخلات البرية وتقول أنها هي عملية نفسية ودعائية فحسب هل تعتقد أن التلويح بتدخل بري هو ورقة ضغط فقط كما تذهب إليه إيران طبعا إيران تريد أن تطمئن من حولها وإلا هي إيران ترتعد في رئيسها بالأمس حاولت الاتصال بوزارة الخارجية السعودية عشرات المرات ولم نلقي لها بالا لماذا لن نعلم كذبها وخداعي عندما رأت الجد تحاول الآن تهديات هذه المواقف إيران لو لا التدخل الروسي واستقواها ببوتين أبو علي بوتين لما رأينا هذا الحديث قبل أيام كادت أن تنكسر بل كانت على وشك أن تعلن استسلامها أمام ثوار بسطاء لا يمتلكون أسلحة بما تمتلكها وليس لديهم أي تقنية أو خبرة يمتلكونها ومع ذلك تمرغت أنوفهم بالتراب العديد والعديد كل يوم لا يمر إلا ونسمع أن أحد جنرالاتها أو أحد شبيحتها إلا وقد لقي حتفه وأرسل في تابوت إلى إيران إيران من تظن نفسه إيران فقط تستخدم هؤلاء الميليشيات وللأسف أن بعضهم من العرب وهم من خدموها وإلا لما استطاعت أن تعمل ما تعمله إيران هي في الواقع تبحث عن أن يكون لها مكان على حساب هؤلاء من تستخدهم إيران لو كانت المواجهة بيننا وبينهم لوحدهم لما احتجنا إلى مثل هذه التحالفات وأن يكون تحالفا كبيرا لكن إيران عندما استقوت بروسيا احتجنا إلى مثل هذا التحالف الذي يتناسب مع الظرف على كل حال إيران تعلم أن نهايتها أصبحت ليست بالبعيدة وتعرف أن مثل هذه التحالفات ليست مزحة لن نقبل أن تذهب البلدان العربية ولدينا العراق قريبا انظر ماذا حل به انظر ماذا كان سيكون باليمن وانظر إلى لبنان حتى القمامة في شوارعه لا نريد مزيد واسمح لي على هذه الكلمة والمشاهدين مزيد من الزبالة أن تكون في بلدان العربية يعني السياسة الإيرانية هذه التي تبحث فقط أن تقتل وتعمل بهذه الطريقة الوقحة القدرة لن نسمح لها وإيران سيأتيها الخبر هي ما ستسمعه وما ستراه ما لا هي تعتقده نعم طيب دكتور سامير تقي البعض يرى أن التدخل البري في سوريا لمحاربة داعش لا يمكن له إلا أن يكون تحت قيادة أمريكية وتحت تفاهم روسي أمريكي هل تعتقد بأن الروس يمكن أن يقبل بأي تدخل من هذا النوع لا تشارد فيه قوات النظام السوري يعني بالطبع أنا في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية تفقد روافعها في المنطقة وهي عمليا تريد من أصدقائها أو من تدعي أنهم أصدقائها أن يسلموا مصالحهم الاستراتيجية طويلة الأمد ووجودهم ومصالحهم الوطنية لعملية تكتيكية يرتكبها كيري مع الإيرانيين ومع الروس وفي اعتقادي أن هذا الفراغ الذي يحاول أن يخلقه تخلقه الدبلوماسية الأمريكية وتسليمها عملية الإيرانيين والروس هذا الأمر سيفشل وفي حقيقة الأمر أن التحالف ضد الإرهاب أكبر من يعرقل عمليا تشكيله وبلورته في أهداف محددة ضد داعشية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا توجد حتى الأمريكان يتحدثون من جديد بعد أن تحدثوا في البداية الآن يتحدثون من جديد عن أن الحرب على داعش ستستغرق سلاسة عقود هذا مشين هذا يدل على أنهم سيتركون هذه النار مشتعلة في المنطقة في وقت أثبتت فيه كل من روسيا وإيران أنها لا تعيش إلا على جسس الدول المدمرة وتيح لهم أن يعمروا في أوكرانيا وتيح لهم أن يعمروا في العراق وتيح لهم أن يعمروا في لبنان وفي سوريا ولم يعمروا شيئا ولم يتركوا إلى الخراب عمليا هذه الفوضى انهيار الدول تسمح لهم بمدن فوزية هذا الوضع لم يعد مقبولا بالنسبة لدول متماسكة في المنطقة وعلى رأسها دول الخليج في اعتقادي وهي تريد الآن لم تعد تنتظر أن يأتي الخطر إليها وهي بالتالي هي تدافع عن أمنها القوم من خلال رؤية استراتيجية بهذا الشكل لذلك العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية فراء ملتبسة يجب أن ندرك بأن واشنطن ليست موحدة حول هذا الموقف عمليا ما يجري هو أن هناك خلاف عميق كل من يذهب إلى واشنطن سيجد أن قوى رئيسية ضمن المؤسسة الأمريكية ولا أريد ذكر الأسماء بالتفصيل ليست مع هذا التوجه الذي يقوده تيكيري والذي تركت له العملية الحبل لكي يقوم بما يريد جميل ما أفرته أريد أن أنقل هذه الفكرة الدكتور حمدان الشهري أكبر ما يعرقل ربما التحالف الدولي ضد داعش هي الولايات المتحدة الأمريكية يقول دكتور سامير الغريب البيت الأبيض رحب بإعلان السعودية استعدادها للمشاركة في حملة برية في سوريا ولكن المستغرب أيضا أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سبق وأن قال لمعارض سوري لن نحارب الروس من أجلكم هل تريدوني أن أدخل بهذه العبارة قال هل تريدوني أن أدخل في حرب مع الروس من أجلكم ما هو تقييم المملكة العربية السعودية للموقف الأمريكي خصوصا أن البعض يرى أنه يلعب على جميع الحباب نعم أنا أتفق معك ومع الدكتور سامير حول ما ذكر ونحن نعرف ذلك جليا عن الولايات المتحدة لو لاها لما حتى تدخل الروس بأنفسهم ليس لنا أقول فقطيران وغيرهم لكن طبعا نحن ماذا فعلنا مع الولايات المتحدة بدأنا أن نستخدم نفس الطريقة السياسية كنا نريد تزويد من قبل تدخل حتى الروس تزويد الثوار بمضادات طيران فرفضوا قالوا بحجة أن ستكون في أيدي إرهابيين الآن أصبحت المملكة العربية السعودية تقول لهم سنتدخل بريا الآن أسقطي في أيديهم لا يعرفون ماذا يقولون إن قالوا نعم فسيقبلون على مضض وإن قالوا لا فهم بذلك اصطفوا مع بشار ومع روسيا في نفس الخانة إذن الآن لا يعرفون ماذا يفعلون قد يفكرون الآن مع الروس يفكرون أقول مع الروس بعملية انتقال سياسية صحيحة ألا يكون فيها بشار لماذا؟ لأن إسرائيل ستخاف جديا من أن يكون هناك تدخل تحالف إسلامي إلى سوريا سيقض مضاجع الإسرائيليين فلذلك الآن يتوسلون إلى الأمريكام بأن تنحل هذه القضية وأتوقع الولايات المتحدة ستضغط بدورها على روسيا وعلى سوريا بأن يرحل بشار أو التدخل سيكون حاصل حاصل سواء كان هناك غطاء أو لا يكون لماذا؟ لأنه اليوم أصبح أمنيا سياسيا بل حتى على جميع الأصعدة ومقاتلة إيران وحلفاها على سوريا أفضل من أن تنتظر حتى تأتي إليك أصبح هناك قناعة راسخة بأن هذا المشروع الذي فقط في كلمتين لو سمحت هذا المشروع الذي أتت بها حتى روسيا لخدمة هذه الأقليات عندما ذكر يعني الأقليات الكردية العلوية طبعا نحترم الكل ونتمنى له أن يعيش في سلام لكن ليس من حقه من يعيش في سلام على حسابنا ويتم تدمير الأكثرية هذه مصيبة أن يقوم تدمير الأكثرية كما فعل في العراق ويتم الآن تدمير الأكثرية في سوريا وتسليمها إلى دولة كردية وإلى العلوية والأكثرية فلتذهب إلى الجحيم هذا ما يريدونه إذن هناك خطورة بمعناها سيراد لها تعميم في كل المنطقة نعم دكتور سامير التقي من دبي البعض يرى أن الكثير من المتغيرات حصلت في الآونة الأخيرة النظام السوري استعاد الكثير من المناطق في ريف حلب الشمالي المعارضة المسلحة لم تعد بتلك القوة بل هي متشرذمة بين فصائلها الولايات المتحدة الأمريكية ترفض إقامة المنطقة العازلة بل وأفشلتها في السابق هل يمكن أن تقوض هذه العوامل برأيك مجتمعة فكرة تدخل بري محتمل في سوريا على الإطلاق في رأيي أنا كلما استمرت الاوضاع على حالها سيكون من الصعب جدا على تركيا وعلى التحالف الإسلامي البقاء خارج الوضع لأن عمليا الأمر يترك لمذابح لمذابح زاد طابع إسني وطائفي لتغيير كما تحدث زميلنا من الرياض في سبيل تغيير ديموغرافي وإسني في البلاد وحسم قضية عمليا تجري منذ فترة من أجل وضع سوريا ولبنان والعراق تحت هيمنة مباشرة لإيران وروسيا في اعتقادي أنا قضية التدخل البري هي عمليا أعطيت فرصة للولايات المتحدة لأن تبلور استراتيجية عملية في مكافحة داعش وكما تفضل الأستاذ من الرياض فإن القضية هي أن تسأل الآن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كنت فعلا جادة في مكافحة داعش جادة في عمليا السعي لإعادة وضع الوضع في سوريا في اتجاه الحل السياسي فينبغي العمليا عدم السماح بكسر موازين القوى عبر عمليات وحشية مثل التي يقوم بها الروس مع النظام وفيما يتعلق بالنظام وتفضلت أنت سألت عن وضع النظام وانتشاري أنا في اعتقادي بدون الاستمرار القصف الوحشي وهذا مستحيل أن يستمر لن يستطيع النظام الاحتفاظ على القوى على الأرض عمليا يقول المقاتلون ليسوا في وضع ضعيف هم في وضع دفاعي نعم هم في وضع تراجع أمام القصف ولكن تجارب علمتنا وعلمت الروس وهم يعترفون بذلك بشكل واضح بأن النظام غير قادر على الاحتفاظ الأراضي ولكن دكتور سمير ما تفسيرك لملء الفراغ في المناطق التي يتم قصفها ما تفسيرك للتحرك السوري تجاه الرقة هل هو قطع للطريق أمام أي تدخل بري المسؤولين السوريين يتحدثون على أنهم قطعوا الكثير من الطرق الموصلة بين حما والرقة هذا واضح تماما وعمليا كان هناك بعض المناطق التي يتم فيها تفاهمات وتواصل مع داعش في الريف الشرقي لمدينة حما عمليا الآن الوضع العسكري يتطور وفي اعتقادي أن الآن وأنه قد وجد النظام أن عمليا المملكة العربية السعودية وتركيا ودول الخليج العربي سوف تتفق مع بعضها من أجل مجابهة داعش فهو يحاول الآن أن يقول بأنه سيتجه بالتجاه الرقة ولكن الحقيقة يعني هو إذا كان يجد كل هذه الصعوبة في في عمليا نحن مجابهة قوى مدنية مسلحة عملية موزعة في القرى وفي البلدات في سوريا ومما فيها الجيش الحر فكيف سيجابه داعش في اعتقادي أن القضية الرئيسية هو سيعتمد حتى الآن أنا سأقول لك سيجري مهاجمة الرقة حين تبدأ الطيران الروسي في قصف الرقة وقصف داعش حتى الآن هذا الأمر لم يجري بشكل استراتيجي على الإطلاق وإنما كان الهدف الروسي دائما هو تغيير موزين القوى على الأرض فيما تعلق بالمعارضة المعتدلة ولذلك أنا في اعتقادي هذا التحرك هو تحرك شكلي لم يكن له عن السؤال الأول ولكن هناك سؤال ثاني منذ أن بدأ الحديث عن تدخل البري السعودي التركي تحت مظلة التحالف الدولي في سوريا المعسكر الآخر روسيا وإيران ظلت تردد أنه ينبغي على الرياض أن تنهي الحرب في اليمن قبل اتخاذ أي خطوة أخرى كيف ترد على هذا الكلام وهل بإمكان المملكة العربية السعودية فتح أكثر من جبهة في أن نعم وبسرعة أولا المملكة في اليمن هي مستعدة لأن تنهي الحرب اليوم بل من الأمس قبل اليوم وهي جاهزة للعملية السياسية من هو غير جاهز ملحوثيين الإقلابيين هذا الفرق بيننا وبينهم لكنهم في سوريا ليسوا جاهزين للعملية السياسية ولا يريدون أي عملية سياسية هذه من جهة من جهة أخرى المملكة ستستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم مساعدت إخوانها في دول الخليج والدول العربية والإسلامية لأن تدافع عن بلدها كما استعانت إيران بكل ميليشيات وشبيحة العالم وروسيا سيكون هناك من يدعمنا ونستطيع مواجهة وأمن بلداننا العربية هو خط أحمر سواء سوريا سواء اليمن أمن كان هذه بلداننا العربية ونحن أحق بها من الفرس ونحن أحق بها من غيرنا لذلك يجب أن ندافع عنها كلنا يجب أن تهب هذه بلداننا ويجب أن ندافع عنها هذه لستكون خط أحمر عودة مرة أخرى إلى السؤال الذي ذكرته أما بالنسبة انظر ماذا يحصل الآن تريد تفاهمات ما بين داعش وما بين النظام أن تخلي داعش الرقة للنظام حتى كما يظنون يكسر الحجة على أن لا يكون هناك تدخل إسلامي هذا من الوضوح بمكان أنه النظام وداعش وجهان لعملة واحدة يتفقان في الظاهر يختلفان وفي البطن يختلفان إذن الحرب عليهم حرب على الإرهاب على الإثنان مع بعض يعني هذه واضحة وهذه تدل بكل بساطة نعم الصورة واضحة دكتور حمدان الشهري الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك وأشكر مدير مركز الشرق للبحوث الدكتور سمير التقي كنت معنا من دبي شكرا جزيلا لك